من جانبهم أعلن قادة الانقلاب العسكري في النيجر في بيان انهاء مهمات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية من أجل الدفع باتجاه عودة النظام الدستوري إلى البلاد وغدر وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس الذي وصل إلى نيامي مساء أمس لإيجاد مخرج للأزمة في النيجر غدر بعد ساعات قليلة من دون لقاء قائد الانقلاب على ما أفاد أحد أعضائه ومن المقرر أن يختتم وزراء دفاع دول غرب أفريقيا وناقشات بشأن احتمال التدخل في النيجر إذ يضغط وسطاء من التكتل الإقليمي لاستعادة النظام الدستوري قبل انتهاء المهلاء